ترأس سمو شيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة استجابة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة ترأس الاجتماع الأسبوعي للجنة استجابة عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب وفي مستهل الاجتماع رحب سمو شيخ خالد بن حمد آل خليفة بالجميع بعدها أشاد بالقرار الذي جاء خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتحويل الأندية إلى شركات وقال سموه إن قرار تحويل الأندية إلى شركات يأتي ضمن حزمة المشاريع التنموية التي ضمنها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ببرنامج استجابة الذي دشنه سموه والذي يأتي ضمن الخطوات المرسومة للانتقال بالرياضة البحرينية نحو الصناعة والاحتراف الرياضي مؤكدا سموه أن لهذا القرار وقع حقيقي لإحداث نقلة نوعية في الأندية الوطنية وستخدم بشكل واضح تطوير الرياضة والرياضيين بالمملكة وثمن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قرار اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد باستئناف الدوريات الرياضية ابتداء من منتصف يوليو المقبل مؤكدا أن هذا القرار يشكل عودة الحياة للنشاط الرياضي بعد توقفها كخطوة احترازية لمنع انتشار مرض فيروس كورونا كوفيد 19 كما وأشهد سموه بنتائج الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى لشباب والرياضة الذي ترأسه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مؤكدا أن نتائج الاجتماع تعقس بصورة واضحة الجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد بهدف النهوض بقطاع الشباب والرياضة من جانبهم أشهد النواب ورؤساء الأندية بقرار مجلس الوزراء بتحويل الأندية إلى شركات مؤكدين أن هذا القرار سيدفع بعجلة التنمية لمزيد من التقدم في القطاع الرياضي